اشتركوا في القناة هدف ميلوني تعميم نموذج اتفاق الاتحاد الأوروبي وتونس برئاسة قيس السعيد بهدف الحد من أصول المهاجرين إلى القارة العجوز عبر حوض المتوسط وخصوصا الدول العربية الواقعة في الشمال الإفريقي حيث خصصت ميلوني ملايين الدولارات لإيقاف تدفق المهاجرين وهو ما أثار انتقاد منظمة إنسانية أكدت أن الأولى هو مكافحة أسباب خروج هؤلاء عبر قوارب الموت من بلادهم داعينا إلى تنمية هذه البلدان وإيقاف النزاعات بها بدلا من إمداد الأطراف المتصارعة بشتى أنواع الأسلحة وعلى الرغم من أن القارة الإفريقية تعد من أغنى القارات في العالم بثرواتها الطبيعية والباطنية إلا أن شعوبها تعيش فقرا متقعا وتحت نير حكومات استبدادية بحسب منظمات إنسانية أكدت أن الدول الغربية تدعم هذه الأنظمة وتسرق ثروات هذه البلدان وتضع يدها على مناجمها من المعادن النفيسة وفي الوقت الذي تستمر الأوضاع الإنسانية المزرية في هذه الدول يؤكد ناشطون أن الغربة وبدلا من محاولة تنمية هذه الدول يتجنب الهجرة منها فإنه أغلق أبوابه عبر اتفاقية مع أنظمة تدعم استمراريتها على الرغم من رفعه شعارات حقوق الإنسان الذي بات يموت غرقا خلال رحلة موت يائسة بسبب هذه السياسات